خلال مؤتمر صحفي في برلين قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن مجموعة الدول السبع تعمل جاهدة لإمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي. أنالينا بيربوك أضافت أن مجموعة الدول السبع تظل ملتزمة بمواصلة دعم أوكرانيا في العام المقبل وتغطية احتياجاتها الملحة من معدات عسكرية وأسلحة دفاعية ولسيما أنظمة الدفاع الجوي. معتبرة أن أنظمة الدفاع في أوكرانيا تدافع أيضا عن حرية وسلامة النظام الأوروبي. وبالمناسبة رحبت وزيرة الخارجية الألمانية بقرار الولايات المتحدة المتعلق بتسليم نظام دفاع جوي باتريوت إلى الدولة التي مزقتها الحرب.